أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين ومتابعين دائما بهذا الصباح ومستمرين معكم بفقراتنا المتنوعة وأكيد بفصل الصيف تكثر فيروسات الأمعاء عند الأطفال تحديدا وبجوز هناك أسباب كثيرة ومسببات كثيرة منها الأكل من بركاتي بدنا ندير بالنا أيضا من هذه الظاهرة أكيد لأطفالنا أتحدث أكثر مع الدكتورة لينا أبو منصور وهي خصائية أطفال من مستشفيات البشير والحديد عن فيروسات الأمعاء عند الأطفال في فصل الصيف دكتورة صباح الخير صباح الوردي سعيد صباحكم شكرا على الاستضافة بالعكس واجبنا والله يا دكتورة مش بس عند الصغار الصغار والكبار تصير في هناك الفيروسات على الأمعاء وتحديدا بالصيف من ميل أكتر لتناول الوجبات من الخارج وبتعرفي الجمعات هيك ونطلب من بره فبصير في هناك يعني فيروسات إذا كان لا سمح الله مش نضيف مثلا فبصير في هناك مشاكل عند الأطفال فنتحدث اليوم عن أهم المشاكل بتصيب الأمعاء عند الأطفال تحديدا من فصل الصيف تمام أقول شي خلينا بس ناخد تعريف سريع على هي أشي عن الاتحابات الفيروسات المعوية هي عبارة عن مجموعة من الأعراض عبارة عن إسهال قد يكون مرافقة له استفراغ حرارة أو جعب البطن علشان نجاوب على هذا السؤال أهم شي نعرف ما هي طريقة انتقال هذا الفيروس هي دائما عن طريق انتقال إشي اسمه فيكو أورال ترانسبيشون يعني عن طريق البراز إلى الفم فهذا بيعتمد علينا على عدة عوامل منها نظافة الشخص اللي بطبخ تمام تخسيل لإيدينه خلال الطبخ إحنا كأطفال يعني كأكبار وكأطفال لما نأكل تخسيل إيدين الهيجين ونعرف وين المكان اللي نأكل منه تمام فنصحتنا هلأ زي ما حكيت حضرتك أنه في فصل الصيف نكتر فيه الأكل تناول الغذاء في الخارج فهذا رح يزيد في نسبة احتمالية أنه إحنا أو أطفالنا ننصاب بهذا الفيروس بعد واحد بيخلينا نعتمد على وين بدنا نأكل تمام نعتمد على المحل اللي نضيف الشخص الموثوق أنه بطبخه منيح إحنا نغسل إيدينه قبل الأكل ونعلم أطفالنا الهيجيني المنيح قبل تخسيل الإيدين أهم قبل الأكل لأنه يعني زي ما حكينا على الطريقة هاي فكل إشي إحنا نناكله بره معرض أنه يكون في فيروسات من خلال أنه اللحمة المش مطبوخة منيح الدجاجة المش مطبوخة منيح المأكلات البحرية حتى على وسط المي المي الراكدة قد تكون هي عرضة الخضروات والفواكل مش مخصولة منيح تمام فكل إشي حولينا إذا ما كان معمولا بالطريقة الصحيحة هو هيكون وسيلة لانتقال هذه الفيروسات نعم دكتورة كثير مننا ممكن يعاني من ألم بالمعدة أو ألم بالأمعاء واليوم التمييز بينهم ممكن يكون صعب شوي متى يعني يحبّد أن الشخص يراجع مستشفى بأسرع وقت أنه اليوم هي الأمعاء وليس المعدة آه طبعا هي الأمعاء والمعدة هي نفس الشغلة إحنا بالعادة لما يكون إشي مرافق إلى استفراغ أكتر منيعتبرها إشي اسم نحكي لقسترايتسي لإلتهاب الأمعاء لما يكون فيه إسهال انترايتسي لأمعاء أوكي يعني المعدة لها الاستفراغ أكتر تمام هلأ دائما إحنا معظم الناس المصابين بالإلتهابات الفيروسية الموائية بيكون هم ناقلين تمام أطفال الأكتر الأطفال الأكتر عرضة هم بالعادة بيكون لتحت السنتين أوكي فإحنا بهمنا مين الأطفال اللي راجع فيهم للطوارئ أطفال تحت الست شهور وزنهم تحت تمانية كيلو استفراغ شديد على ساعات قليلة إسهال في كميات كبيرة رفض يعني طفل باستفرغ كتير وما عم بتقبل سوائل أو ما عم بتقبل إشي قد تحدث هنا أمعاء نعرف أنه أمعاء بيروسات أمع بغي آم احنا حكينا العراض هي استفراغ إسهال حرارة أو جعبط كلها هي يعني أكتر من عراض لنفس المشكلة يعني مش شرط شغلة واحدة أنا دائما المرضى بقولهم يمكن يجيك إشي من أربعة يمكن الأربعة الأربعة العراض اللي حكيناهم تمام أي طفل عنده مشكلة تانية مثلا عنده أي طفل الأطفال السكري أطفال نقص المناعة هؤلاء الأطفال أو الأهل لما يكونوا شايفين أبنهم تعبان أنا إبني تعبان مش قادر يصحى وجه لون وجهه مش عاجبني هؤلاء كلهم الأطفال اللي لازم نروح فيهم تقييم طبيب مع هذا ذلك بإمكاننا إحنا بالأول نجرب بالبيت لأنه لازم نعرف شغلة لأنه الالتهابات الفيروسية المعوية علاجها الوقت والسوائل تمام تمام يعني يعني بتعرفي دائما ما يصير واحد بطني واجع يقول لك خذ لك ميرامية خذ لك زعتن أعشاب أعشاب بشكل عام هل بالفعل هذه الأعشاب بتفيد تحديدا الأطفال هلأ تمام هلأ الأعشاب بشكل مجمل طبعا بتفيد أوكي بتفيد على أكتر من صعيد هلأ أول شيء من النوه أنه ممنوع منعبات العشاب لأي طفل خداج أو طفل رضيع تحت ثلاثة شهور شو ما كان السبب تمام هلأ فكرة الأعشاب على أكتر من مستوى واحد هي تحتوي على مواد وزيوت عضرية قد تريح الأمعاء والمعدة في منها مثلا زي المرمية فيها مضادات التهاب فيها بانع للانقباضات والتخلصات المعوية هي اللي بيسبب الألم فيه النعنع مرخي عضلات مرخي المعدة فبيريح الواحد فيها أشياء بتقلل مثل زي الكمون بتقلل النفخة فبتريح الطفل تمام أي شيء الثاني نستخدم أنها سوائل إحنا علاجنا للالتهابات الفيروسية المعوية بدنا نشرب الطفل بغض النظر يعني بدنا نشربوا إشياء علشان ما يتخرج كم يكلم سوائل هي كم يكلم سوائل والإشياء الثالث هي مسمية بلسيبو إفكت يعني أنت نفسيا خلص أمرات تحكي أنا بطني واجعني أشرب كاست هالمرمية عن جد برتاح يعني الجانب النفسي إلها للأعشاب خلص صارت عنا بتأثر كتير والشي الرابع اللي بنحكي أنه ما ننسى إحنا أصلا الأدوية زي المستخدمة للأطفال لنفخات الفلتام أو بغض النظر عن الاسم هي عبارة عن شو كراويا شومر كمون أشياء مستخرجة من الأعشاب بطريقة طبية معينة بتركيز معين بطريقة نظافة معينة تمام فأكيد إلها دور دكتور اسمعي الكثير من الأهالي أو الأسر ابنه يأتي معه مغس أو مرض أو استفراغ أو إسهال أو إلى آخر أي عرض كان من الأربع التي تفضلت فيهم يروع السيدرية يقول ابني معه استفراغ ويعطيه دواء بدون مراجعة الطبيب يعطيه أي دواء ويعطيه ابني عنده عراض اليوم أخذ الأدوية من غير استشارة الطبيب مختص بهذا الموضوع كتشمه موضوع مهم وأيضا لما رأى السيدرية يكون هناك وصفة طبية ممكن تنعطى لهذا الطفل لأنه ممكن يكون بعمر حساس صحيح الآن دائما نحكينا الأشياء اللازم الأهل عندما نرجعها أنه لا نروح على الطوارئ وما نروح ما نسمع من الحوالين أنه لا أعمالي وكذا الأطفال الأكبر وأنا شايف ابني منيح في أدوية نسميها أوتسي يعني أوبر دي كاونتر يعني أنا بقدر إذا كان الصيدلاني عنده خلفية المفروض أن يكون عنده خلفية منيحة عن الموضوع منها هي العلاجات الإشي اسمه ORS هو العلاج هو المحلول المجفف أوكي منحله إحنا هو عبارة عن أملاح يعود لنا الأملاح لأنا فقدتها يعني هذه الأشياء زي هيك عاد ما في مشكلة تمام في إحنا أدوية بتخفف الاستفراغ الإشي المثبت علميا إشي دو اسمه UNDAN SENTRON أوكي بإمكاننا نأخذ جرعة واحدة تمام هلأ في الأدوية التي تخفف الإسهال إجمالا الأطباء الأطفال لا يحب أن نمش عليها لأنه هي أكثر من نوع لها أكثر من طريقة لازم إحنا دائما أي دوان وازن ما يستفيد منه ما هي المنظارة التي يأخذها منه تمام فلازم هو الصيدلان يكون عنده دراية متى أنا أحول أو أنصح الطفل أنه لازم أن تشوف طبيب أو أطفال أو على الأقل تراجع الطوارئ أو متى أنا هذا شايفه منيح وهذا الدواء مش هيضره ودائما لازم أي طفل يجيني لازم التعليم أنه أنا يا جماعة متوقع أنه بعد هذه الإبرة الاستفراغ مرة مرتين بالكثير بعدها لازم تذهب طوارئ الإسهال ضل شديد لازم تذهب طوارئ الإستفراغ لازم هي الإستفراغ جزء جدا مهم في هذه الحالة كيف هي اليوم مهم وعي الأهل لأنه هو يأخذ أو يأخذ على الصيدلاني يأخذ لأنني أوقف له إذا وقفت الإسهال والإستفراغ إذا لم تعرفت المشكلة الأساسية وين لأنه ممكن تأثر عليه ممكن تكون أحد مثلا مش فيروس ممكن تكون دودة شرطية يعني أمراض أخرى بعيدا عن هلأ حاليا في كل المشاكل الطبية جدا جزء كبير جدا يعتمد على الوعي الأهل وهمنا كما نرى كثير الأهل مختلفين وصار عندهم وعي يعني كل الأهل صارين بدهم يفهموا بدهم يعرفوا الكورس المرض أنت أصلا أنا لا أشوف أي مريض لازم من حق الطفل أو من حق أهل الطفل أنا أشرح لهم الكورس المرض يعني أنا أجب أحكي لهم يا جماعة الاستفراغ مفروض يوم يومين بعدين وقف إسهال ما تخافوا لو أنه ضل لعشر أيام لا يوجد مشكلة طول ما نأكل طول ما نأكل ونشرب سواء لا يوجد مشكلة يعني بعيد الأهل حاليا جزء جدا مهم من العلاج لازم نتبعه نعم يعني دكتور نحن بدنا نشكرك ونشكر تواجدك معنا وهذه المعلومات الطبية الصحيحة والمناسبة حتى لأطفالنا نشكرك والله يصبحك بالخير يسعد صباحكم مسمحول بس هنا أنه نجعل نستذكر أطفالنا في غزة وندعي لهم الدعاء الحار لهم لأهلنا وإن شاء الله يربي الفرج القريب والله يخفف عليهم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم